من ريمبو بسويد ينضم إلينا بهاء ملحم مرسل الغد بهاء في اليوم الثاني من محاذفات السويد هل حقق أي تقدم؟ لا بل تبدو المؤشرات بأن هذا اليوم الثاني سهام لهذه المشاورات قد حمل تراجعا للوراء وفي ظل حالة التباين والاختلاف التي طفت للسطح خلال الساعات القليلة الماضية مع انتهاء أعمال هذا اليوم الثاني وانتهاء الجلسات والمشاورات والاجتماعات بين الوفدين الحضرين الحكومي والوفد الحوثي مع الممبعوث الخاص الأممي غريفث الوفد الحوثي وفي مؤتمره الصحفي المستمر حتى اللحظة أمام الصحفيين عقب لقائه مع الممبعوث الخاص عرض رفضه وأعرب عن رفضه للمقترح الذي كان الوفد الحكومي قد تقدم به صباحا اليوم تحديدا حول مطار صنعاء بضرورة تحويل الرحلات منه إلى رحلات داخلية تتجه إلى مطار عدن يجري هناك فيها تفتيش الرحلات المتجهة إليه قبل أن تتجه إلى وجهاتها الأخرى كذلك أعرب الوفد الحوثي عن رفضه لمطالب الوفد الحكومي بضرورة انسحاب الميليشيات الحوثية من مدينة الحديدة وتسليم موانئها البحرية لسلطة الحكومة الشرعية بالتالي هذا اليوم الثالي الثاني حمل حالة التباين التي بدت واضحة وهذا الأمر يدفع بلا شك للتساءل حول كيفية تعاطي المبعوث الأممي غدا خلال جلساته مع هذه الحالة حالة في ظل عمله المستمر لمحاولة إيجاد أرضيات مشتركة بين الطرفين الحضيرين من خلال رصدك للجو العام لهذه المحادثات هل يعني ذلك أن فرص نجاح هذه المحادثات قلت؟ ربما حالة التفاؤل التي طيرها على المبعوث الخاص مع انطلاق هذه الجولة بإعلانه عن التوصل لاتفاق حول تبادل الأسرة والمعتقلين بين الطرفين في مؤتمره الصحفي الأول مع انطلاق أعمال هذه الجولة التشاورية كما أشار طير حالة من التفاؤل التي سادت الكثيرين وإن كان بحذر لكن مع انخراطه فعلا وانخراط الأطراف الحاضرة على طاولة البحث والتشاور معه بشكل جدي وبشكل معمق وبشكل مطول خلال ساعات اليوم بدأ بأن هناك عقبات طفت وظهرت على هذا الطريق الذي يسير عليه المبعوث الخاص وحالة من الشكوك وحالة من الأسئلة تحيط بإمكانية نجاح الرجل في تحقيق مزيد من المؤشرات الإلجابية بعد إفلاحها كذلك بجلب الطرفين إلى هذه الطاولة التشاورية بعد فشل المهمة السابقة في جنيف في سبتمبر الماضي طيب ماذا ما الذي سيتم غدا من لقاءات لمارتن جريفث وهل هناك أي مؤشرات لعقد محادثات أخرى في الأيام القادمة في حال تم تمديد هذه المحادثات أو في المستقبل القريب سيهام جدوى العمال يوم الغد ليزال غير واضح تماما بانتظار إبلاغنا من مكتب المبعوث الخاص لكن يتوقع أن يلتقي ماتن جريفث مجددا بالوفدين الحاضرين بشكل منفصل هنا في قصر جوهانسبرغ والخوض أكثر في التصور الذي وضعه بمحاولة البناء وتدعيم إجراءات بناء الثقة بين الجانبين ومحاولة إيجاد الأرضيات المشتركة بالتعاطي مع القضايا الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة في الداخل اليمني بوقف حدة التصعيد في المناطق الساحلية الغربية بالتعاطي كذلك مع القضايا الاقتصادية التي أشار إليها في مؤتمره الصحفي وقضية أيضا برزت كذلك وكان تحدث عنها الوفد للحكومة هي قضية البنك المركزي في صنعاء بضرورة إعادة إدارته لسلطة الإدارة الشرعية اليمنية بالتالي ننتظر ونرى إن كان المبعوث الخاص سيفلح بعد حالة التباين التي شابت الأجواء اليوم بتقريب وجهة النظر بين الطرفين الخاضرين هنا شكرا جزيلا لك بهاء ملحم ورسل الغد كنت معنا مريمو من سويد شكرا جزيلا لك